مرحبا شباب مرحبا صبايا يعطيكم العافية يبدلكم برنامج سميته منكم وإليكم وشان يوصل منكم وإليكم هذا برنامج أنا تواصلت مع طلاب درسهم في أجيال سابقة كانوا طلاب ما شاء الله متميزين وما زالوا متميزين بجامعاتهم وجابوا معدلات عالية بالثانوي العامة ضفت عليه أنا خبرتي الطويلة في التدريس حتى نطلع ببرنامج مميز يفيدنا خلال العطلة الصيفية وهذا البرنامج مميز فيه بإذن الله في الثانوية العامة آخر العام أغلبنا قدم امتحانات الفصل الأول وقدر شو نقاط القوة ونقاطي الضعف أنا حبيت أبلش معاكم بمادة سهلة ترفع معنوياتنا قبل ما نبلش في المراجعة ونختم كل مواد الفصل الدراسي الأول بإذن الله هذا البرنامج بلشت أنا حبيت أبلش مادة سهلة وهي الحاسوب علوم إسلامية رياضيات مهارات تاريخ الأردن تخصص تربية إسلامية إنجليزية وحددت لكم الأيام من إله ومسميه برنامج مرن بإمكانك يا أستاذ أنك تعدل وتقدم من الوقت حسب اللي أنت بتشوفه مناسب إلك أنا هذا بناء على بقول فيدباك من طلاب سابقين وأنا بصراحة اقتنعت في الأغلبية العظمى في آراء الطلاب وسمينا برنامج همة طيب أنت بتسألني يا أستاذ مثلا أنا مسجل مع أستاذ خالب بالبطاقة ترياضيات أو مسجل عربي مسجل حاسوب شو أعمل؟ كيف طريقة الدراسة؟ طريقة الدراسة بشكل بسيط تمسك الدوسية تمسكها من الألف إلى الياء تمسكها من الألف إلى الياء وبتدرس النقطة اللي بتاجي فيها المشكلة بتفوت وترجع فيها على البطاقة على سبيل المثال عندي مشكلة بحل المعادلات الأسية برجع بحضرها بالبطاقة وبحطبق بقية الأمثلة بناء على فهمي هيك أنا بقدر أختم المادة في الوقت المحدد تقيل وطبعا أنتو أغلبكو في المدارس أنتو شفتوا أنه المادة الأخيرة ما أعطيت حقها مية بالمية فذلك أنت لما تدرس لازم تركز على المادة الأخيرة لأنه إحنا تفاجأنا في موعد الامتحانات النهائية وكانت بشكل عام أنه الأستاذ بدي يخلص والطالب بدي يستعد كمان للامتحانات النهائية هون إحنا بنسميه برنامج همه طبعا في طلاب يقولي يا أصدر إحنا ما سجلنا وما درسنا رياضيات ولا عمرة شوفنا مادة الرياضيات هاي رقم الموجودة عندك اتواصل معي أنا بعطيك كيف الخطة بتدرس عليها من السفر مادة الرياضيات بإذن الله طب الآن إحنا ختمنا وخلال الفترة المحددة اللي هي من 24 إلى 31 يوم طبعا إحنا لدينا مشاكلنا بشكل عام هي المواد الأكثر صعوبة وهي المواد الرياضيات والتخصص والإنجليزي هون طلعت أنا وياكم ببرنامج جديد ونسميه برنامج همه عالية جدا يعني هذا البرنامج مطلوب منك إنك تدرس المادة بحق ربنا بحق ربنا كأنك ثاني يوم بدك تروح تقدم فيه امتحان وزاري ودائما يا أستاذ خلي جنبك دفتر ملاحظات السجل فيه نقاط القوة ونقاط الزعف وهذا الدفتر اللي تحتضر فيه لآخر السنة برضو عشان يسير عندك أي مجال للمراجعة تركز على المشاكل اللي أنت بتعاني منها معتقد أنه هذه الأيام هي الرياضيات والتخصص والإنجليزي لكل مادة ثلاث أيام ثلاث أيام ثلاث أيام قلت لك أنك تدرس هون بذمة وضمير أنه كان لك تقدم بإذن الله امتحان وزاري وابلش به الجزئية أو الفقرات بالمادة اللي أنت بتحس فيها صعب وكنت صعب تفهمها مية بالمية للدراسة الأولى خلال الشهر السابق عشان هيك بدنا نقضي الأمور بشكل جدي ونختم مادة الفصل الأول وفي ملاحظة حب أحكيها عن مادة التخصص لأنه طلابنا للأسف الأدبي بالذات بتعامل مع التخصص أنه أنا بدي أنجح وأرميها فإنا المتذكر بالنجاح فقط ممكن تكون لا سمح الله مادة في رسوبك وهذا إحنا ما منتمنى فذلك لازم تعطي المادة تتخصص حقها حتى تفوت مرتاح نفسيا وما تشير عبئ أني أنجح فيها أو ما أنجح فيها وإحنا هون وظيفتنا إن شاء الله ننظل معاكم من الألف إلى الياء حتى تتميزوا بعلاماتكم وبكل شيء ونفتخر فيكم في آخر العام خذ العزازنا دائما منكم وإليكم والسلام عليكم نعطيك العافية جميعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر